السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في موضوع جديد من مواضيع تفويض الإختصاص في التدبير الإداري بالإدارة الطبوية بالمجال التعليمي موضوعه اليوم سوف نتطرق من خلاله إلى نماذج الجزء الثالث نماذج من تفويض الإختصاص دائما في إطار مفاهيم تفويض الإختصاص في التدبير الإداري في مجال التعليم نقدم لكم في هذا الموضوع الجزء الثالث من هذه المفاهيم والتي تتعلق بنماذج من تفويض الإختصاص إذن نتعرف عن هذه النماذج بالتفصيل النماذج الأولى وهي النماذج التي تتعلق بالتفويض هناك أولا التفويض التعويضة العائلية الزواج الإزدياد الطلاق والحضانة متابعة الأبناء للدراسة الكفالة أو التحمل العائلي إذن هذه هي النماذج الأولى المتعلقة بتفويض الإختصاص المجموعة الثانية تتعلق بالرخص وتتمتل فيه رخص المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما رخصة الحج الرخص الممنوحة عن الولادة الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة رخصة المرض القصيرة الأمد مع القيام بالمراقبة الطبية والإدارية الرخص السنوية الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية الترخيص بالتغيب لفائدة ممتل الجمعيات والنقابات المهنية والتعاضليات التوقف المؤقت عن العمل إطرار رخصة مرض قصيرة الأمد إذن هذه هي المجموعة الثانية من الترخيص من النماذج التي يمكن تفويض الترخيص من أجلها المجموعة التالية التسليم تتعلق هذه المجموعة ب تسليم شهادة الاعتراف بالنجاح في امتحان نيل شهادة الكفاءة الطربوية تبلغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية لجميع أصناف الموظفين العاملين بمصالح بمؤسسات التربية والتكوين تابعة لكل أكاديمية جهوية تسليم شهادة العجرة تسليم شهادة العمل المجموعة الأخرى من التفويضات تتعلق بالتعيين تعيين الموظفين الجدد وخريجي مراكز التكوين داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعيين الموظفين المستفيدين من الحركية نقل الموظفين من أجل المصلحة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تغيير أو إصلاح الاسم العائلي أو الاسم الشخصي أو هما معن بناء على حكم قضائي المجموعة الأخرى من التفويضات وتتعلق بالاقتطاع هذه المجموعة هي أولا الاقتطاع تفويض الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير شروعة تفويض الاقتطاع من الراتب بناء على تقديم الشهادة الطبية خارج الأجال دون وجود قوة قاهرة تفويض الاقتطاع من الراتب بناء على عدم مصادقة للجنة الطبية على الشهادة الطبية أو على جزء من مدتها تفويض من أجل الاقتطاع من الراتب بناء على المراقبة الإدارية للتأكد من استعمال الشهادة الطبية للعلاج وأخيرا تفويض الاقتطاع من الراتب بناء على عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية دون وجود قوة قاهرة إذن كان هذا هو موضوعنا المتعلق بنماذج من تفويض الاقتصاصات في إطار التدبير الإداري في مجال التعليم نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ونتمنى التوفيق للجميع ولا تنسوا زيارتنا على موقعنا الضائرة أمامكم على الشاشة وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس من أجل التوصل بكل جديد دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر